موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتونا جدا 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 طلة جديدة من قناة الأسرة المصرية قناة الصحة والجمال قناة العرب جميعا القناة المميزة اللي بتقدم كل حاجة جميلة النهاردة معيكم على مدار ساعة كاملة سماح العجمي هنفسر الأحلام وهنتكلم في الأحلام وهنتكلم في أنواع الأحلام اخترنا الموضوع النهاردة يكون في العموم وهننتظر اتصالاتكم على رقم الفون اللي على الشاشة ان شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع طيب بسم الله احنا هنتكلم النهاردة في الأحلام عموما وفي أنواع الأحلام والحلم الرؤية الكابوس يعني ايه حلم تأهيلي ايه هو الحلم التحذيري صلاة الاستخارة بعدها المفروض يحصل ايه كل الحاجات دي واكتر ان شاء الله يلا بسم الله بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة نحل بها العقد وتنفكي بها القرب وتفتح لنا بها أبواب السطر والصحة والرزق يا رحمي أنواع الأحلام هم نوعين أولهم نوع من الأحلام اسمه الأحلام التأهيلية والأحلام دي بتكون عادة بتأهلنا لحاجة هتحصل مفاجئة مثلا مش حلوة صدمة إلى حد ما حتى لو فرحة بس بتكون صادمة لنا فما بنقدرش نتحملها فبتجلنا في الأحلام اللي هو تأهيل بتأهلنا للصدمة دي أو للفرحة دي إن هي هتكون شديدة هتكون قوية طيب معنا اتصال ألو 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 أيها يا فندم السلام عليكم اتفضلي اتفضلي يا مديحة معاكي لو سمحت أنا كان عندي والله حلمين صغيرين كده اتفضلي يا حبت أنا حلمت بقطة فقودة واقفة على شباك الشقة بتاعتي وبتسطلي وبتسطلي وبدو معاكي فأنا يعني هشتها بإيدي كده فمشت فبعد دي ألقيت قطة تاني داخلة من الباب الشقة بيضة ومقاطة بصفر بس وتحيت على كده وكان عندي حلم بغير خارس تاني اتفضلي حبت أنا حلمت أن أنا يعني كان معايا ولد صغير اللي أنا ولدته أنا بعريق بشوف من جانب يعني الحمد لله ده ولد الله وأكبر الله وأكبر الله وأكبر الله مصلي على سيدنا محمد ورقعت في الأرض وقلت أنا هخبير بس هسميه ياسين وبقيت مخبير يعني كده متزوجة مديحة أه متزوجة وعند ولد وبنت وفي مشاكل كانت في مساكل وراحد تبعين حبيبتي هفسر لك كده خرجت ففي قطة تانية دخلت معنى كده أنت سايب حياتك مشاع للي حواليك بتحكي كتير عن حياتك بتتكلمي كتير عن أمور بيتك وأمورك الحياتية وده غلط والله أعلى وأعلم الحلم التاني ولد صغير وكان اسمه ياسين وسجدتي في الأرض الولد الصغير ده مشكلة لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال غلام حليم على سيدنا يوسف عليه السلام كان بعد سبع أو ثمان سنوات لكن أصغر من كده بيكون الولد مشكلة فأنت كان فيه مشكلة في حياتك والمشكلة دي أنت بعد كده تقبلتيها يعني تقبلتيها حتى من غير ما تتحل تقبلتيها وتعيشتي معاها وده اللي خلى الأمور تكون بعد كده في النصابها الصحيح والله أعلى وأعلم ربنا هديلك الحالي حبيبتي يا رب نكمل أنواع الأحلام معنا قلنا الحلم التأهيلي اللي هو بيأهلنا لحاجة معينة هتحصل في حياتنا خير أو شر ودائما يكون خير لأنه رب الخير لا يأتي إلا بالخير الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا لكن بيكون التأهيل للحاجات دي كلها طيب النوع الثاني من الأحلام وهو الأحلام التحذيرية وعادة دي بتيجي بعد صلاط الاستخارة الأحلام التحذيرية الأحلام التحذيرية ألو السلام عليكم عليكم السلام يا أمو محمود تفضلي الله يكريمك لو سمحت أنا حلمت أنا مريض أخويا الأول مريضة سرطاعي ربني يشفيها ويعفو عنها أنا حلمت إن هي نايمة على سريف ولبسة روب أبيض تكملي يا أمو محمود ولبسة روب أبيض مين اللي لبسة روب أبيض هي مرض أخويا هي مريضة سرطان أنا حلمت إن هي نايمة على سريف ولبسة روب أبيض آه يا حبيب تكملي وعند حين تاني تفضلي حلمت إن أخويا فتح محلة حلويات وماتك طبق زيلي كده وكان أكل نصه شكلي وانا جاية من بعيد كده وقال لنا شكليك النص الثاني يخد كلية أمو محمود ده أخوكي اللي مراته مريضة آه حلمت إن أخويا فتح تمام تمام حابتي أنا سمعت أنا سمعت حاضر عيوني أمو محمود تابعيني وهفسر لك حبيبتي إن شاء الله آه نسأل الله العلي العظيم أن يشفيها شفاعم ده يا غادر ساقة من اللهم أمين يا رب آه طيب يعني خدوا بالكم منها وخرجوا صدقة آه ليها وخلي زوجها يخرج لها صدقة كتير يا أمو محمود والله أعلى وأعلم ربنا إيش فيها يا رب الحلم التاني أخوكي هيكون عنده فك قرب كل ما الحلويات زاد شهدها الشهد اللي هو العسل بيكون فيه آه مال وخير وسعادة وأخبار حلوة في الطريق فأخوكي ليه عوض يعني تعب في حياته أو لسه تعبان في حياته وإن شاء الله العوض والفرج قريب جدا والله أعلى وأعلم وأنتي كمان لكي نصيب من ده لأنك تعبان على تعب أخوكي والله أعلى وأعلم نكمل أنواع الأحلام النوع التاني من الأحلام وهو الأحلام التحذيرية وزي ما قلنا أنه ده غالبا مش دايما لكن غالبا بيجي بعد صلاة الاستخارة يعني مثلا لوحدة جالها عريس فهي مش عارفة محتارة توافق ولا متوافقش ولسه ما أخدتش قرار فأي حد بيقولها صلي صلاة الاستخارة وده الطبيعي يعني أي حد بيقدم على شيء إذا كان شغل أو زواج إلى آخره أين كان إيه الأمر بنصلي له صلاة الاستخارة وزي ما بيحصل في صلاة الاستخارة أو زي ما بنشوف بيبقى هو ده الصح بمعنى إن أنا ممكن أصلا كمان ما شوفش حل ممكن بعد ما صلي صلاة الاستخارة أقوم من النوم أنا ما شوفتش حلم لكن أنا قمت مرتاحة للأمر ده أو مش مرتاحة كده بتبقى الصلاة عملية المطلوب منها معنا اتصال عليكم السلام أهلا يا هبب اتفضلي حابت انا والدتي مدوطية الله يرحمه ويختر له اتفضلي كانت اختتي شاكت كأن والدتي وقفة في المطبخ كأنها بتصبخ كده وهي وقفة عملة بيستلها اختة عملة بتقولها اني بعملة بيستلها مثل ان حالها صال وهي ماما مفتسمة كده وهي وقفة في المطبخ بتقول شوية وتسمتها زادت قوي اختك متزوجة ايه اختك متزوجة تمام حابت الحلم التاني انا برضو شفت كأن والدتي قاعدة في الشرع قدامي ونقفة في الصالة كده وهي في وشي وبتقول لي ان انا قدت افراض بس لسه عليها اضايا بس شكلها كان مش شوية ابيض وحلو شكله كان حلو بس انا الحلم قليق يعني قدت افراض بس لسه عليها اضايا ممتك كان عليها دين او ندر قبل ما تتوفى ممتك ممتك كان في بنات متجاوزوش ممتك برضو ممتك طيب حبيبتي تمام تبعينا وهفسرلك ان شاء الله يحبت طيب بسم الله الحلم الاول بتاع اختك ده معناه ان والدتك في مكانة كويسة الى حد ما لما بنشوف المتوفى وهو على هيئة الاحياء يعني بيتحرك وبيمشي وبيتكلم وبيضحك اه وبصحته ده بيبقى في منزلة الشهده لكن والدتك كان كان فيه زنب والزنب هي كفرت عنه لكن دلوقتي حاليا الزنب عندكم انتم يعني فيه واحدة فيكو بتغتاب والغيبة دي اه عليها زنب كبير وممتك جاية بتحذركوا منها والله اعلى واعلم نسأل الله العفو والعافية للجميع نكمل الاحلام التحذيرية زي ما قلنا لما بنسحى مثلا بعد صلاة الاستخارة مش لازم نكون شوفنا منام مش لازم نكون ونروح لحد يفسر لنا المنام طب انا ما شفتش منام قمتي مرتاحة خلاص يبقى الموضوع ده خير قمتي مش مرتاحة يبقى الموضوع ده مش خير ونقفل الاحلام التحذيرية بتحذرنا ساعات من اشخاص معينين اننا ممكن نشوف شخص معين بيعمل حاجة معينة فنصحى من النوم واحنا مش مرتاحين فنبتدي ندور ورا الشخص ده وبيطلع فعلا الشخص ده مش مريح الشخص ده ازانة او هيئزينة مستقبلها انواع الاحلام كمان لما بنشوف رؤية او حلم نقول الفرق طيب قبل انواع الاحلام ناخد اتصال نقول ألو ايوه يا سارة ايوه يا بايك انا ابويا حلمة حلم اتفضل بابا متوفقية شاعته هو نعم على جابه اليمين وعن ما يترجع تبيني ده المع عنده في الموقع فبطل بطاعة والحلم التاني سواني طيب علاقتك ايه بمرات ابوك يعني ايه مت ابويا بس لا اقصد العلاقة يعني انتوا كويسين مع بعض يعني لا اوكي كميل حلم او في حلم تاني يا ماما حلمتهم بالح ان او اخويا اجيز علينا هو اخويا متوفقية اخويا متوفقية ماما اجيزته اجيزة تمام تمام حبيبتي تمام اخوكي مكانش متزوج لا تمام الله يرحم ويغفر له حاضر حبيبتي تابعيني هفسرلك عيوني اه طيب الحلم بتاع مرات الاب الاب ده محتاج صدقة وصدقة كتير جدا وفورية يعني دلوقتي حالا لانه فيه ظلم والظلم ده المظلمة دي لسه متردتش وطبعا ده صعب ان شاء الله ربنا يغفر له ويرحمه يا رب طلعوله صدقة كتير جدا بالنسبة للحلم التاني والله هو اعلى واعلم طبعا الحلم التاني بتاع اخوكي اه ده فيه حاجة بحصلت عندكم في بيتكو يا اما الممتك يا اما لحد من اخواتك او انتي الحاجة دي لو اخوكي كان موجود كان يزعل عليها لانه هو توجع فعلا عليها يعني فيه وجع بقى بينكو فيه فيه قطيعة قطع لسلوة الارحم فيه حد زعلان حد مهموم او مريض وهكذا والله اعلى واعلم اه معنا اتصال تاني اقول الالو السلام عليكم عليكم السلام ازايك يا هبة تفضلي السلام اه لو سمحتكم تحلمت ان انا وانا وقفتي في المقابر اه وكأنه انا معدي على المقابر الطرق بتاعتها دي كانت منورة وكأنه فيه ناس وكده فيها فانا القبر اه كان انا وهي وقفين على قبر ماما بندعيلها يعني بس الطريق اللي احنا فيه كان النور مش منور قوي وزينا كن متعود كده مش سالك فكنت وقفة خايفة جدا احنا وقفين ندع انا وهي وانا خايفة كده لحد ما بابا جي قاعد جنبنا كده فانا صمنت يعني والدك ووالدتك عايشين؟ لا ماما ميتها بس بابا مقاعة عايش الله يرحمها ويغفر لا انت اختك متزوجات؟ عايش تمام حبيبتي تابعيني هفصر لك ان شاء الله المقابر ليها علاقة بالكرب وفق الكرب انت شفت المقابر طريقها مش سوي طريقها فيه انعواج طريقها مش حلو كنت خايفة فيه حاجات مخيفة بتحصل في حياتك فيه كرب شديد عليك وعلى اختك فيه واحدة فيكو زعلانة واحدة فيكو مهمومة عليها دين وهكذا فيه زعل كتير قوي في حياتها بمعنى اوضح نكد لكن فك الكرب قريب جدا وفيه حاجة هتحصل من الاب هتهون عليكو يعني ممكن يكون هيقف جنب واحدة فيكو والله اعلى واعلى ما عاوز اقول حاجة بس بمناسبة الحلم بتاع المتصل اللي قبلها اصدق حد يشوف لنا منام هي الام الام لما تشوف منام لولادها بيبقى المنام ده حق وحق ان يتبع يعني بيبقى لو فيه رسالة لازم رسالة دي تؤدى لو هي بتوصي وصية لازم لو ولدتك قالت لك انا حلمت بيكو شفتلك منام انا شفتك كذا فاعرف ان ده جاي كلام حق اصدق حد يشوف المنام للشخص هي امه وكمان لو انا شفت منام وامي في المنام ده معناه ان المنام ده في رسالة وان المنام ده منام حق والله اعلى واعلى معنا اتصال تاني والقاله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا صفاء ازاي حضرتك الحمد لله يحبت حضرتك معي ثلاث احلام قصير خالص تحت امرك والله اول حلمه هو يعني اختي حلمة نفسها بتاكل في تفاحة تمام كمالي فهي هي قانسة طيب ابشاري كمالي الاتصال فصل رجعت تسلي بينا تاني طيب ابشاري اختك في ارتباط ليها والارتباط ده هيكون من بالنسبة لها مردي هتكون هي راضية بيه جدا وهيكون شخص مناسب جدا جدا بيها بإذن الله وهيحمل صفات حلوة كتير والله اعلى واعلم ربنا يرزقك خير الرؤية يا حبيبتي يا رب ويكفيك شره نكمل احلمنا زي ما قلت لو الام شافت منام بيبقى منام حق ولو انا منامي في امي بيبقى المنام ده حق رؤية الام تأكيد على المنام او وجود الام في المنام تأكيد على وجودها طيب في زاهرة بتحصل للناس ما بين النوم واليقظة يعني بنبقى لسه ما رحناش في النوم قوي لكن تحس مثلا انك وقعت من على السرير او وقعت من دور عالي فبتقوم بتتخد وبتحس فعلا ان انت وقعت او بتبقى قريدي وقعت دي بتبقى زاهرة اسمها زاهرة السقوط في علم النفس يقال ان الظاهرة دي بتحصل لما القلب بيتوقف وبيبقى شبه ميت فما بيكونش دي ساعة الوفاة للشخص نفسه طيب نقول الو معنا اتصال الو الو بيك يا ساموحة الحمد لله انا رانيا قد من رانيا معكي حاببتي يا رانيا حاببتي انا عايز اقولك من ورد دنيا وفخورة بيكي جدا 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 تسلامي يا روحي ربنا يخليك إلي ربنا ما يحرمنا منك أبدا يا حيث أنا حبيت أبركلك على بجنانك وأشكرك إن أنت في حياتنا حاببتي تسلامي شكرا على وجودك معي أصلا دي رانيا قد من جروب بتاعتي بيتعكسني على الهو طيب نكمل نرسي يا رانيا على التصوى لك نكمل أنا كنت بقول إيه أنا نسيت صح؟ طيب نرجع تاني اللي كلامنا مش هننسى إن شاء الله ظاهرة السقوط صحي كده؟ ظاهرة السقوط فبيكون القلب توقف وبتكون ساعة وفاة للقلب ولكن مش ساعة وفاة الشخص نفسه لسه ساعته ما جاش وقتها فبيحصل إن المخ بيدي إشارة لبقية أجهزة الجسد علشان تختلق الحلم ده اللي هو السقوط من دور عالي أو السقوط أحياناً بيبقى منع السرير علشان يعمل حالة إنعاش للقلب ويصحى تاني ودي بتحصل لناس كتير جداً جداً طيب ظاهرة تانية ودي بتحصل لمعظم النساء وهي ظاهرة الجسوم إيه هو الجسوم؟ وبيحصل إزاي؟ نقول بسم الله الجسوم ده حاجة كده بتحصل أثناء النوم بتحس بخنقة بتحس إن أنت متكتف أو ننتي سوري متكتفة إن في حاجة خليكي مش قادرة تتحركي عاوزة تصوتي بس مش عارفة الناس اللي بتحلم إنها بتحاول تصوت لكن صوتها مش طالع بتحاول تتكلم أو تحاول مثلاً إنها تستغيث بحد بس محدش سمعها بتتكلمي بس جوة نفسك مش طالع صوت دي بتكون ظاهرة الجسوم ظاهرة الجسوم دي بتيجي غالباً غالباً يا إما مش نايمين وإحنا على وضوء ما قلناش أسكار ما قرقناش قرآن قبل ما ننام الميرايات لأنها غلط جداً للبنات خصوصاً لو فقودة النوم فالمفروض إن إحنا وإحنا وقفين قدام الميرايات نكون بكامل ما لابسنا وهكذا علشان السؤال دا جالنا كتير جداً فنتمنى طبعاً إنه ما يحصلش الناس كلها لإنه تبقى حاجة مخيفة جداً ومرعبة لمعظم البنات طيب نكمل أنواع الأحلام هنقول بقى الفرق بين الحلم والرؤية وهل الحلم بيتحقق زي الرؤية؟ بيتحقق زي الرؤية وليه معاد؟ ليه معاد؟ الحلم ممكن يتحقق في وقتها ممكن يتحقق على مدار شهور لكن ما بيعدش كتير الرؤية لو حد شاف الرؤية ممكن تقعد سنوات وسنوات وتتحقق وما بتتنسيش طيب معنا اتصال؟ طبعاً ألو طبعاً عليكم السلام عادي أقول لأخي اتفضلي اه لو كتبت أنا حلمت خالي زي ما يكون كتنيمة أمعب معاكي حبيبتي تفضلي ايه زي ما كون كتنيمة عادي أرسل البحر ونبدأ ما يكون بديمت كده كتبت تغيرك تجديني وبتجديني ايه؟ ناستل ماشي؟ طيب عالي صوتك؟ عالي صوتك؟ عالي صوتك اتفضلي الصتلة الصتلة دي والله يا دكتورة من صوتر المور اللي تتوشها انا ما شفتش عاليها وبتقول لي انت عادي والله عادي رب زوني هل تريدها على الله ايه تكتبلك شيء؟ وبتقول لي طيب اتقلب تترصيه طيب تمام حاولت تتبعيني وهفصل لك ان شاء الله هي بتقول انها شافت منام شافت طفلة ومن كتر النور اللي في وشها هي معرفتش تشوف عينيها والبنت دي تقريبا كتبت لها شيء تمام كده وقالت لها وهي كانت بتقول لها انا نفسي ربنا يكرمني او يرزقني طيب ابشيري حابته انت بضائقة مادية يعني في ضائقة مالية عندك في قرب مالي عليك فلوس او محتاجة فلوس لحاجة معينة وغالبا الفلوس دي مكتوب بها ورق ابشيري ان شاء الله الموضوع هيتحل لكن برضه هيتحل بورق يعني غالبا هيتحلب بتخليص ورق وإندقات وحاجات كده والله أعلى وأعلم هو غالبا دين طيب نكمل مع بعض أنواع الأحلام الحلم و الرؤية لو حد مثلا شاف رؤية أو حلم ومعجبهوش لو خاف منه أو ما حبش يفتكره تاني أو بمعنى أوضح تشاهم طيب التشاهم أولا دينيا هو حرم حرم أن تتشاهم من أي حاجة تتشاهم من يوم تتشاهم من لون تتشاهم من شخص معين كل ده حرم لو شفت منام والمنام مش عجبك وده أصلا غلط فخلاص ما تحكيهوش وخلاص لكن حتى لو ما حكيتهوش هيقع؟ آه هيقع وهيحصل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق شاف منام في يوم من الأيام والمنام ما كانش حلو فراح للسيدة أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس كانت زوجة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رح للسيدة أسماء والسيدة أسماء فصرت له المنام على أنه سيقتل على يد رجل من العجم وقد كان وقتل سيدنا عمر بن الخطاب على يد أبو القلق المجوسين سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع تفسير المنام ما خدش الموضوع بزعل بالعكس كان مبسوط جدا وقال رب الخير لا يأتي إلا بالخير معنا اتصال قاله التصال فصل فلما نشوف رؤية أو ما نعم وما يعجبناش أو ما نحس إن إحنا خايفين منه نستعيز بالله من الشيطان الرجيم وخلاص إنه فعلا زي ما قلنا رب الخير لا يأتي إلا بالخير تاني نوع الأحلام اللي هي كانت الحلم والرؤية الفرق بينهم إن الرؤية بتحصل في أوقات معينة زي إيه؟ يعني مثلا بنبقى نايمين في وقت النوم الطبيعي اللي هو من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر دي بتكون رؤية حق ممكن نشوف الرؤية بالنهار أو ممكن نشوفها جدا بالنهار لو نايمين مثلا بعد صلاة يعني مثلا متوضيين ومصليين العصر وبعدين نمنا شوية فشفنا رؤية لا بتبقى رؤية برضو وبتتحقق بنعرف منين إن الحلم فيه رسالة لما ما بننساش الحلم إن الحلم اللي ما بيكون فيه رسالة ما بيتنسيش أبدا مهما طال عليه الزمن يعني حتى لو قاعد فترة طويلة من الزمن ما بيتنسيش كحلم سيدنا يوسف عليه السلام شايفه وهو طفل صغير وكان حكال سيدنا يعقوب عليه السلام وبعد كده الحلم تحقق بعد ما بقى عزيز مصر اللي هو بعد حاجة واربعين سنة تقريبا معنا اتصال نقول قلو بتأخرنا عليك يا محمود معلش تصل بينا تاني فالحلم شايفه سيدنا يوسف وهو كان طفل صغير ولما والده قال له ما تحكيش الرؤية لإخواتك عشان ما يكدوش ليك أو يغاروا منك ده معناه ان في حصد حتى في الأحلام نعوذ بالله من شيطان رجيم منه يعني فده الحلم ده أو الرؤية دي فضلت في عقل سيدنا يوسف لحد ما كبر وطبعا ما كانش عارف معناها لكن لما كبر وبقى بيقول الأحلام وبيفسرها عارف معنا الرؤية لما شاف والده ووالدته واخواته وهم يسجدون له الأحلام علم مرتبط بالقرآن والسنة الأحلام علم مرتبط بالطب النفسي وعلم النفس كان فيه بمناسبة علم النفس كان فيه عالم أجنبيه اسمه سيجماند فرايد سيجماند فرايد ده كان ليه حاجة كده أو نظرية غريبة شوية عن الأحلام غير اللي احنا متبعينها خالص يعني احنا بنشوف الإشارات والعلامات اللي ربنا بيبعتها لنا من الأحلام ودايما بنقول انها علامة أو إشارة واني لأ بلاش المكان ده لشان أنا حلمت بكذا أو أنا شفت منام بكذا فاحنا مصدقين جدا للموضوع ده سيجماند فرايد كان كتب كتب كتير جدا في الأحلام بس هو كان بيقول ان الأحلام دي من اختلاقاتنا بمعنى انه احنا الحاجات اللي مش عارفين نعملها في الواقع ومش قادرين نحققها على أرض الواقع بنخزنها في العقل الباطل فبتطلع في الأحلام وبنعملها عشان احنا عاوزين نعملها يعني احنا بنختلق الحلم بتاعنا ومعنا اتصال نقول ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا زيند حضرتك انا جوزي حلم ان انا وجوه كانوا فينا عندي سكة قطر المحطة فهو حي يعني فجأة ده لقى القضيط ده اتمنى مية وجايل من دايد كل ارجعت تصلي بينا تاني ارجعت تصلي بينا تاني عشان تكمل الحلم سيجمونت رايد كانت نظريته مختلفة جدا عن نظرتنا احنا للأحلام ولكن برضو لازم نقولها او نأخذ بيها الى حد ما هو كان عالم كبير وكاتب كبير جدا وبحث كبير جدا جدا في مجال الأحلام فكان شايف ان الأحلام دي ما فيهاش اي رسائل اللي هي والأحلام دي من اختلاقاتنا واحنا اللي بنعملها وان الحلم انا برسمه زي ما انا عاوزة يعني الحاجة اللي انا مبقدرش اعملها في الحقيقة بعملها في المنام المكان اللي انا نفسي اروحه ومبعرفش اروحه في الحقيقة بروحه في المنام يعني بالمزاجنا وده مش حقيقي لان النايم نصف ميت معنا اتصال نقول الو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي تت معايا حلم اعيد ابو اتفضلي يا مرو حلمت والله نفسي ان دخلت في صيدلية ايوة واشترت من الصيدلية دي علاج اشتريت ايه علاج علاج اه اي حاببت تتفضلي كميل ومرة ومرة تاني دخلت في صيدلية برضك اشتريت كريمات لاختك واختة دي آنسة طيب بصي حابتي واحدة 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 انت رحت الصيدلية وكنت بتجيبي علاج وبعدين بعد كده حلمت نفسك ايوة بعد كده ايه اشتريت كريمات لاختي واختي دي آنسة اه اوكي واختك آنسة تمام خلص الحلم كده طيب تمام وصلت الرؤية بسم الله اولا العلاج هو شفاء من مرض لكن على حسب الشفاء بيكون درجات والعلاج برضو درجات للشفاء بمعنى ان الحقن بتكون رؤيتها انه علاج اسرع او شفاء اسرع من الدوى المشروب مثلا الدوى المشروب اسرع من البرشام وهكذا فشوفي انت العلاج اللي جبتيه وان شاء الله فيه شفاء من مرض لحد عندك وفيه خبر حلو لاختك وغالبا هيكون انت قلت انها اناسة صح فغالبا هيكون ارتباط بامر الرحمين والله اعلى واعلم ربنا يرزقكم خير الرؤية ويكفيكم شرة نكمل سيجمانت رايد والاحلام ونظرياته الغريبة كان سيجمانت رايد ده شخص غريب جدا ولما قال انه لا الاحلام دي احنا بنختلقها ومفيش حاجة اسمها رسائل الهية وهكذا جيه حد من طلبة عنده كان اسمه ايريك فروم على ما اتذكر ايريك فروم برضو ما كانش مسلم وما كانش عربي كان غالبا ايما ايطالي او فرنساوي حاجة كده قال لا الرسائل اللي بيبقى فيها رسائل الهية والاحلام دي بتيجي من عند ربنا وتيجي من العالم الاخر وبتجي لنا عشان تبلغنا رسالات معين معنا اتصال نقول الو 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 رايحانة اسمي الجميل بص يا فندم انا احلانت 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 امراد اخويا ايوه ارجعت تسلي بينا تانية رايحانة اسمي الجميل اوي ما شاء الله طيب نكمل طيب هل الاحلام هي فعلا من اختلاقاتنا ولا لا هنشوف المايم نصف ميت هو ما بيبقاش قادر على الحركة علشان يبقى قادر انه هو يختلق حاجة ولكن في حاجة كده في علم النفس اسمها تخزين العقل الباطن ايه هو تخزين العقل الباطن العقل الباطن في حاجات بتبقى مخاوفان او مخاوفان احنا كبشر يعني مثلا انا كل بني ادم ليه مخاوفه وليه حاجات بيكرهها في الواقع ما بيحبش تكلم عنها فدي الحاجات دي ما بيبقاش نسيها ولكن بيبقى متنسيها يعني نسيها بمزاجه هو مش عاوز يفكر فيها فبتكون وغدى مساحة من العقل الباطن واخدها كده على جمه الحاجات دي كلها بيطلعها الشخص في الاحلام العقل الباطن بتطلع معاه في الاحلام كحد مثلا عنده رهاب من حاجة معينة خوف من حاجة معينة حد مثلا بيخاف من الحشرات لقي دايما بيحلم بحشرات حد بيخاف من حيوانات معينة لقي دايما بيشوفها في الاحلام حد بيخاف او بيكره شخصه معين وحاسس انه دايما الشخص ده هي ازي فدايما فعلا بيحلم بي وبيشوف ان هو بي ازي وبيشوف ان هو ما بيحبهوش وهكذا معنا تصال نقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الف الف مبارك على البرنامج الله يبارك في حضرتك ان شاء الله انطلاقة جديدة وحلوة ومميزة الشيخ احمد ايوه الشيخ احمد سمير اهلا وانتا نورتنا اهلا اهلا بيك انا اول من شفت لازم انتصل بارك على طول مرسي على اتصالك ربنا يا عزك يا رب ان شاء الله انطلاقة مميزة وجديدة اه مع الشغل الجديد بتاع الصحة والجمال ان شاء الله اتقدم ان شاء الله باذن الله اتصال حضرتك كاشرف كبير لي بارك الله فيك والله يحسن عليك ربنا يا عزك ما فيش حلم نفسرهولك يا شيخ احمد احنا معنا المصدراتي كل حضرتك ربنا يا عزك يا رب ربنا يا عزك يا رب شكرا على تستوالك يا شيخ احمد شيخ احمد سمير من الاصدقاء اللي نعتزب صداقتهم جدا اه طيب نكمل اه قلنا انواع الاحلام عايزة اكلمكم على حاجة كده معينة لو زادت عن حدها بتبقى حرام اللي هي التخاطر ايه هو التخاطر التخاطر ده يعني ببساطة كده ان في شخص اه مثلا بعيد عنك فترة كبيرة قوي ما تكلمتوش بعض متخصنين ما بتكلم يعني ما فيش اتصال بينكم لك بقى في كل حاجة وما بتكلموش خالص الشخص ده انت عزي صالحك طيب معنا اتصال وبعد كان نكمل التخاطر الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته ممكن اتصال حينيك طبعا تحت امرك اتفضلي بس اتفضلي حضرتك هو انا انيسة بشو متجوزة مهي كملي اتفضلي معاك حلمت جنوطة صغيرة كأنها بنتي مش متأكد قوي يعني واحدة قريبا عندها ست سنين كده بنتي او بش بنتي المهم نفسها فتان قبيض قط وهي بش جنينة اوي بس مش وحش اوي برضو وشعرها خشن وقصية سرت قولي انت هكفريني قطلها لا مش هكفلك وبعدين قطلها 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 خفل وشك بكاتي عادة تغفل وشها فغتلت وشها لقيت شعرها مش حل باشت جبتلها توقع ولبستها لها ده الفيلم الاول تمام اه في حلم تاني بعد ابنك صغير تفضلي حبيبتي تحت امرك هو انا حلمت ان انا زي ما يكون حامل انت عدانا جدا مش قادرة مش وشفت نفسي وانا حامل انت عدانا فعلا مش قادرة مش وبعدين جاء في الحلم قلت ان انا ولدت بس ما شبتش الولادة حلمت ولدين ده وقت تمام انت مرتبطة شكرا لا انا لسه انيسة لا ما انا عارفة ان انت انيسة مرتبطة يعني في حد معين لا لا وطب وك اوكي طبعينا حبيبتي هفسر لك بسم الله هو اولا فيه ارتباط والارتباط ده بشخص مش مش مناسب خالص هتحاول تجملي فيه او بمعنى اوضح هتحاول ان انت تشوفي فيه مميزات وهو مفوش اي مميزات الحقيقة فالمفروض ان انت تسيبيه فالارتباط ده لو موجود بلاش من ده ده بالنسبة لحلم الاول الحلم التاني اي حد بيشوف نفسه حامل فده مش حمل خالص في الحقيقة ده حمل هم الحمل في المنام هو حمل هم وطول ما انت حامل وتعبان فانت لسه حملة الهم انت بتقول ان انت ولدتي لكن مشوفتش الولادة وشوفت ولدين انت خرجتي من مشكلة لمشكلة تانية والاسف هي اكبر منها فخدي بالك لانه واضح ان انت يعني انت بتقع نفسك في مشاكل ممكن تكون طيبة زيادة منك وابتغضي الامور ببساطة ما بتهتميش قوي ان انت تدققي في التفاصيل لكن بعد كده دققي في التفاصيل والله اعلى واعلى نكمل التخاطر التخاطر زي ما قولنا مش اخصي بيبقى بعيد عنك قوي طيب قبل ما نكمل التخاطر واضح ان احنا مشانعرف نكمله النهاردة معنا تصال الو واحد من حوالي هو والتاني من حوالي شهر او اكتر تحت امرك اتفضلي اول منام شفته انا واقفة قدام انا وفتحة محل واقفة قدام المحل او انا وقفة قدام المحل وببط في السمه لقيتنا ثلاثة ابيض فاضيط وهم بيقولوا لبايق اللهم لبايق وانا برض عليهم بقول لبايق اللهم لبايق وصحت منهم على كده ده اول حاجة المنام التاني المنام التاني المنام التاني من حوالي اسبوع كده اه نيز ده كانت في اول اللي نيز لقيت برضو في دخل ده بقرة دخلت الدكتان بتجري ومن الدكتان انا عندي فتحة للشقة جوه من الدكتان دخلت على الشقة جوه ومن الضعر قمت منهم في الوقت ده بقول ايه بكرة فاقة لونها تسير النظرين وبس ومش قادرة نساوح لحب دلوقت اما الحمين دول تمام حبيبتي تبعيني هفاسترلك بسم الله اولا انت شفت الاية القرآنية فالمفروض ان انت تقومي تقرأي الصورة كاملة لان فيها خلاص ليكي فيها حل المشكلة ما عندك ده اولا اي اية قرآنية تشفيها في المنام لازم تقومي ان انت تقرأي الصورة دي وهتلاقي خلاصك في الصورة دي وتجعليها ورد ليكي يومي ده في العموم في الحلم بتاعك انت في المنام بتاعك انت اولا انت طلبت حاجة من ربنا ده المنام الاول انت طلبت حاجة من ربنا وهي تأخرت شوية لكن تأخرت لحكمة عند ربنا سبحانه وتعالى لان اعلمها ولكن اعلمها هو فالحكمة دي هتعرفيها قريب جدا ليه الحاجة دي تأخرت ولما هتحصل هتحصل احسن من انت كنت بتتمني او احسن من انت تمنيتيها واحسن ما دعيتي بيها كمان بالنسبة للمنام التاني في سنة في حياتك وغالبا هيبقى السنة دي هتكون فيها بشرة الخير فيها كتير هتكون فيها اخبار حلوة وهيكون فيها رزق كتير جدا الرزق من المحل للبيت يعني الرزق هيكون داخل من المحل رزق المحل ده هيدخل البيت يعني بخير وبكثرة والله اعلى واعلم ربنا حيبتي يرزقك خير الرؤية ويكفيك شرة اللهم ام طيب نكمل التخاطر اللي مش راضي يكمل النهار ده التخاطر ان حد بيكون بعيد عنك فترة كبيرة مش عارف تكلمه مش عارف تتواصل معاه وبتتمنى تتواصل معاه انت بتفكر في الشخص ده فالشخص الشخص اللي انت بتفكر فيه بيحلم بيك بمعنى انا اللي فكرت بس التاني هو اللي شافني في المنام ده معناه ان انا اللي صنعت التواصل يعني مثلا لو حقق واحدة نايمة وبعدين بتقول لي انا حلمت بفلان وفلان ده انا مشوفتهوش بقى لي كتير جدا وما فيش اي صلة بيننا دلوقتي وما فيش اي تواصل ما بنتكلمش واحنا متقطعين ده معناه ان هو اللي عمل تخاطر هو اللي صنع تواصل معاكي هو اللي فكر فيكي فأبشره طبعا نكمل بنات النهارده اللي هتكون مبسوطة بالموضوع ده التخاطر يقتصر على كده وبس على انك بتفقري في الشخص قبل ما تنامي وبس اي حاجة تانية دي بتدخل تحت بنود الاسقاط النجمي وخروج الجسد الاسيري وده بيكون فيها شبه حرمانية فاللي فيها حاجة حرام نبدأ طيب نكمل الاحلام وانواع الاحلام عاوزة اقول حاجة بس الاول قبل ما كمل الحلم الفرق بين الولد والبنت في المنام البنت حلوة في كل حالتها لانها دنيا وده مش تحيص خالص على فكرة البنت فعلا حلوة في المنام وفي الحقيقة بس هي في المنام حلوة فعلا بتبقى دنيا وعلى قد جمال البنت دي بيبقى جمال الدنيا اللي انت مقبل عليها او اللي انت مقبل عليها ولكن البنت دي لو من عمر يوم لعمر سبع سنوات وانت مش هيلها او سيباها جنبك او ديتيها لحد ده معناه ان انت بتتنزلي عن دنيتك معناه ان انت دنيتك الخير اللي فيها مش هتغديد الوقت وهيتأخر عليك لكن لو اخدت لكن لو اخدت البنت ضمتيها ده معناه ان انت بتاخذي حقك من الدنيا وبتاخذي خير الدنيا بتاعتك اللي هو ليكي الولد الولد في العموم في السن ده بيكون مش خير ابدا لكن بعد كده الولد ده بيكون خير جدا وبيكون في الغالب بيدل على الاخلاق وعلى صلاح الاحوال وعلى التدين وبيدل على حد بيسود اهل بيته وبيرعاهم وهكذا البنت برضو اللي هو شفناها وهي في سنها يعني عجوزة ايا كانت بتكون برضو الدنيا وبتكون رؤيتها محمودة جدا وحلوة جدا 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 للي شوفها والله اعلى واعلم طبعا نفسر حاجة تانية كمان مهمة جدا تسألنا عنها كتير قوي وبنتسأل عنها كتير قوي الاسماك لكن انا هقول مفاجأة في الاسماك يقال ان الاسماك رزق لكن امتى بيكون رزق وامتى بيكون رزق خير اولا السمك المالح مش مستحب قوي اجماع الاسماك اللي هي مش بتتاكل بتبقى برضو رؤيتها صعبة زي الحوت مثلا او سمكة الكرش الحاجات اللي هي الضخمة المفترسة دي رؤيتها ما بتبقاش محمودة خالص لانها بتبقى حد عدو حد هيظلمك حد هيجي عليك حد هيقذيك في حاجة معينة والازا غالبا بيكون نفسيا الاسماك بتكون رزق لو هي اكبر من اكتر من اربع سمكات يعني لو شفنا سمكة او اتنين او تلاتة او اربع بيؤولوا بالنساء ما بيؤولوش ابدا بالرزق الرزق لما يكون اكتر من اربع سمكات وعلى حسب اذا كان هو السمك نايل ده بيكون اه رزق وفير لو السمك ده لو صاحي لو السمك ده ميت ومش حل بيكون الرزق من مكان مش حل زي معانة السلطة يقول الو الو ايوه معاك فاندي متفضلي انا حلمت ببعضا ان هو بيشرب لنا طب معلش وقت بس صوت التليبزيزيز بس صوت التليبزيزيون اسمعيني من تليفون مرحبا 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 طب خط فصل التسليبينة تاني ارجعيك لمينة تاني نكمل الاسماك زي مثلا لو صادنا من بحر مياه جارية ده بيبقى خير وخير حلو جدا 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 وجاي خير صافي نضيف تمام خير حلال رزق حلال لو السمك ده استضناه من المصارف مثلا او مياه راكدة ده معناه انه ما بيبقاش رزق حلال بيبقى حد جاي برزق من مكان مش حنو جاي له فلوس وبتخش يعني جاي له خير كتير لكن الخير ده مش حلال خير في الاول بس وبعد كده بيكون مؤذي لصاحبه طيب ده السمك الصاحي السمك المقلي مثلا السمك المقلي بيبقى دعوة مستجابة يعني بيبقى حد دع دعوة والدعوة دي الحمد لله رب العالمين استجابة وهتتحقق قريبا جدا طيب طيب ولو السمك ماشوي ده بيكون حد غايب عننا وهنشوفه معنا التصور بعد كده نكمل الو الو ايوا يا امل اتفضالي اي يا فاندم لو سمحت عندي حلمين عائدة فاسطلة تحت امرك اتفضالي انا ليه خالي متوفي الله يرحمه ويخبرله اتفضالي انا حلمت ان هو في شقة وانا يعني انا رفت الشقة دي لقيته وكان شاب ما كانش بالعمر اللي مات ديني يعني كان شاب في سن العشرين سنة كده وشعره اسمر اوي ووشه ابيض اوي وحضان مهام ما شاء الله لك وطا الا بالله يكمل ده بس هو ده الحلم فيدي حلم تاني برضو والدي والدي متوفي برضو الله يرحمه حلمت ان هو حلمت ان هو بيتحرق جوه الكثم واللي باين بس منه في الكثم ان هو كانبان وشه يعني بس وشه كان اتفض وشه كان ايه؟ اتفض اهام مش طبيعت لونه مش طبيعت مش طبيعت دمشوته يعني اه هي jumping ان امر اذلك حلم بقى القمر قريد اوي باوي equبير اوي وانا طايرة يعني انا طايرة تلجوه وشايفاه بس هو قرأي بقود ما شاء الله متزوجة؟ اه انا متزوج في بقى معيش سامحيني في حلم كمان دايما بحلم ان انا في سوق وبشوف بشوف كورومب فاسد يعني اشوف كورومباية اجا اشوف علي بقعة عسودة فيها ليه كده طيب طيب تمام خلاص وجيت اخر مرة بقى في حلم السوق دوت اخر حلم دي ان انا الكورومب فاسد واحدة بتزوجوني فانا رفت خدت رفت فك وست وردو كورومب الفاسد انا خدتهوش ولا مرة في الحلم لا انا مخدتهوش كل مرة ببقى في سوق وبشوفه وبس وبخرج من السوق ما باخدش حالي مفيش اللي مرة واحدة ستة قاعدة بكورومب ما كانش سوق دي قاعدة بكورومب قدام مدرسة كورومب وفك لقدت بتقنعني بالكورومب انا لقيتهم لات ساعة كده ومهي ورفت نار تمامي امل تابعيني وهفسرلك ان شاء الله طيب بالنسبة لحلم خالك ما شاء الله لك وطي الا بالله وفي مكانة حلوة جدا وبيبشرك بخير جايلك وبيبشرك بسعادة تمامي السعادة دي جايلك بعد كورومب كبير ان الكورومب كرب رؤيته في المنام كرب ايا كان حاله يعني حتى لو هو حلو وورقه اخضر وجميل برضو بيكون كرب للأسف فهو في خير بعد كرب وفي فك كرب بأمر الرحمن نسأل الله تعالى ان يجيلك عجلا ليس عجلا بالنسبة لولدك والدك في حد عندكم يعني والدك زعلان بسببه او لو كان موجود بينكم كان هيبقى زعلان منه غالبا هو حد من اخواتك يعني هو حد من ولاده ولاد الاب ده حد ازى نفسه ازى اللي حواليه والله اعلى واعلم خرج صدقة لوالدك ويريد تكون بسرعة والله اعلى واعلم طيب من الاسماك الحاجات الجميلة وخير البحر كمان الجنبري والحاجات اللي هي كل ما عليها بقى ثمنها يعني اي حاجة ثمنها في الحقيقة غالي فهي كمان في المنام غالية بمعانا اتصال اتفضل يا مؤادم هلو طيب اتصلي بينا تانية مؤادم الجنبري او الاستاكوزة الحاجات اللي هي الغالية اللي اصلا سعرها بيكون غالي في الحقيقة ده بيكون رزق هيجي براحة رزق من غير تعب او بمعنى اوضح من غير شقة يعني بيبقى حد مثلا بيشتغل شغل مش متعب شغل مش مهلك بدنيا وبيجي له رزق كتير منه فدي بتبقى حاجة واقوي كل حاجة غالية ثمنها في الحقيقة شفناها طالع من البحر دي خير اكتر ايا كان عددها وايا كان شكلها وايا كان الهيئة اللي شفناها عليها طيب من البحر برضو وخير البحر اللي هي ستفن لما نشوف سفينة السفينة بر امان مرسى اللي يشوف سفينة او هو راكب سفينة ده معناه انه هو هيرسى على بر امان في حياته بيدور على حاجة بيحاول يوصل لحاجة معينة هيوصل له رؤية البحر عموما او اي حد بيشوف نفسه واقف على البحر ده بيكون حد محتار بين امرين مش عارف يختار مش عارف اي صواب فيهم مش عارف يمشي اي طريق فيهم لو نزل البحر لو حس انه غرقان بيبقى الامر اللي هو فيه دنيويا الامر ده يغرقه او هيوديه منعطف ما نفعش يروحه ويكون مش صح كل ما حس ان المية بتغرقه او المية بتخنقه ده غلط وبيكون الرؤية دي مش محمودة بيبقى بيغرق في المشاكل في الهموم في القرب في النكد في الحاجات دي كلها لكن لو شاف نفسه بيعدي البحر بسهولة ماشي فوق المية بيعوم ومش حاسس بأي تعب ده معنى انه هو هيعدي على المشاكل والمشاكل هتعدي عليه مرور الكرام هتمر بسهولة بسلاسة هو هياخدها بصدر رحب وهيقدر يعديه بيبقى ده غالبا البني ادم القوي يعني بيبقى بني ادم قوي جدا وقادر انه هو يتحمل مسئولية طيب من البحر وخير البحر هنتكلم على وسائل المواصلات عموما في المنام طيب معنا اتصال نقول ألو السلام عليكم ألو ألو طب واتي صوتي التلفزيون اسمعيني التلفون اسمعيني التلفون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب بس بعد إذنك اقفل التلفزيون أو وطي واسمعيني من التلفون الحلم الأولاني أنا حلمت إن أنا رفت الأختي اتفضلي رفت البيت أختي أيوة البيت ده كان بتاعنا أساسا من الأول بس أختي خدته يعني وقعدة فيه وأنا رفتها طبعا ديارة في الحلم فبسلم عليها يا في القوضة كده بسلم عليها وكلمتها ببص كده ناحية السلم كده اللي طالش خور بقيت راحة دقانة كده وحاجة كده مش طبعية بقول إيه ده راحة ميدية فتلات عسلم كده بص بقيت السلام طبعا القوة كلها مقفلة الاتصال فصل رجعي اتصلي بينا تاني يا ممحمد عشان تكملي الحلم طيب نكمل على وسائل موصلات لما حد بيشوف نفسه راكب قطر أو راكب عربية أو مثلا راكب طيارة إيه اللي أحسن فيه الطيارة طبعا هي غالية في الحقيقة غالية في المنام على طول الطيارة معناها إن حد هيوصل للي هو عاوزه بطريقة أسرع وبطريقة أسهل وبطريقة أحب هيوصل لغنى هيوصل ماليا هيوصل لحاجة بيتمنيها أو بوزيشن مرموك في شغله بس هيكون بطريقة سريعة جدا طيب العربيات القطر مش محمود في المنام خالص على فكرة ولا القطر ولا المترو ولا المتساكل المتساكل وحش جدا في المنام جدا من الرؤى اللي ما بحبش أفسرها وما بحبش أقول معانيها لأن وسيلة موصلات مش آمنة فكمان في المنام مش آمن العربيات بتكون بقى على حسب لونها ومركتها حتى في المنام يعني مثلا لو شفت نفسك في عربية والعربية دي حلوة قوي موديل السنة ومشي بسهولة والطريق قدامك سالس وواسع وقادر أن أنت تسوقها من غير طعب ده معناه من مشوار حياتك لأن العربية مشوار حياة هي دنيتك اللي أنت ماشي فيها فبتكون مشوار حياتك سهل ومريح وسالس وفيه فلوس كتير فيه غنى لكن لو العربية دي مثلا قديمة كل شوية تعطل مش عارف تسوقها بسهولة بتتمشي بيها شوية وتقف شوية ده حالك في دنيتك أن أنت بتعافر وأن أنت عمالت جاهد ومش عارف توصل للي أنت عاوزه بتمشي طريقك طويل طريقك مش مريح برضو الطرق في المنام نفس الحكاية الطرق في المنام لو شفنا الطريق حلو بيبقى برضو طريقنا في دنيتنا حلو لو شفنا الطريق ده مثلا فيه انعواج لو شفنا الطريق ده فيه حاجات كتير بتعيق مطباط مثلا أو بتعيق طريقنا بأي حاجة لو شفنا مثلا في الطريق ده مطر كتير ووتين في الأرض وهكذا بيكون يعني فيه مشاكل كتير وانت هتقع في مشاكل كتير ومش سهل الطريق اللي انت ماشي وفي الغالب ده بيكون باختيارك انت اخترت طريق معين فالطريق ده بيكون مش حل ولكن انت مصمم تكمل فيه زي كده مثلا البنت اللي بتدعي دعوة تقول يا ربي لو مش خير اجعله خير أو اقلبه خير وارزقني بي فالدعوة دي برضو ما بتبقاش صح اللي هو يا ربي لو خير قربوا مني ولو شر بعيدوا عني بتكون دي الدعوة الأصح دينا جميعا نسأل الله جميعا ان يجعلنا عون ويا ربي تكون استفدتم من الحلقة ويا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم شكرا لكل الاتصالات وشكرا لكل المتابعين من القناة الجميلة شاشة الصحة والجمال شكرا لكم كان معاكم سماحي العجم على مدرسة يا ان شاء الله في لقاء قريب جدا باي باي اشتركوا في القناة